في هذه الحلقة سأعرض لكم الشطر الثاني إنه مثال من موقف عامة الشيعة قد يمثلون جانبا من النخبة ربما في مستوى من المستويات هناك حديث يتداول على الشبكة العنكبوتية ويتردد ذكره هنا وهناك الحديث مروي بحسب ما ينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره أعيد قراءة الحديث عليكم إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره هذا الحديث يتردد على الأفواه على أفواه المهتمين بمثل هذا الشأن ويتناقل عبر مواقع الإنترنت ويدور حديث ونقاش حوله في جانب من الأجواء الشيعية قلت لكم هذا مثال أضربه لكم من الموقف الشيعي البتري المرجئي من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه الذين يرددون هذا الحديث يستنتجون هذا المعنى من أنه ليس هناك من تكليف للشيعي زمان الغيبة فليس هناك من تمهيد من تعجيل من أي شيء من هذا القبيل لماذا؟ لأن الحديث هكذا يقول إذا نادى مناد من السماء إنها الصيحة إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس سيكون للإمام ذكر على ألسنة الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره فيقولون إذا ما الحاجة للتمهيد وما الحاجة للتعجيل وما الحاجة للعمل قبل الظهور إذا كان الناس سيشربون حبه هناك عملية إشراب لحب إمام زماننا فإن الناس سيحبونه إذن ليس هناك من داع للتمهيد أو التعجيل أو إحياء أمره قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه إذ أن الأمر سيجري بهذه الطريقة الغيبية هراء في هراء ماذا أقول لهؤلاء لكنني من خلال خبرتي بالتعريخ الشيعي ومن خلال خبرتي بالواقع الشيعي الشيعة أينما وجدوا شيئا يبعدهم عن إمام زمانهم يتراكضون باتجاهه وأينما وجدوا شيئا يقربهم لإمام زمانهم يتباعدون عنه ويشككون فيه هذا هو واقع الشيعة عبر التعريخ وفي وقتنا الراهن المشكلة أين المشكلة في العقل الشيعي إنه عقل مستدبر سأعود إلى هذه المسألة ربما في آخر الحلقة إن بقي هناك وقت أعود إلى هذا الحديث هذا الحديث حديث لا علاقة لمحمد وأهل محمد به على الإطلاق هذا الحديث ليس موجودا في كتبنا القديمة الأصلية وهذا هو السر في إصراري على أن أؤسس عقيدتي وثقافتي المهدوية وفقا لقرآنهم المفسري بتفسيرهم فقط ولأحاديثهم التي أعرفها في كتبنا القديمة الأصلية والتي تكون مفهومة وفقا لقواعد تفهيمهم فقط أما غير ذلك فإن النقاش سيكون فيه وفي أي أفق من آفاق الثقافة والقبول العلمي والمعرف سأضعه حين ذاك هذا الحديث ليس من حديث محمد وآل محمد الذي أعرفه أنا على الأقل لأن السؤال موجه إلي بهذا الخصوص وأنا جعلت مضمون السؤال والجواب مثالا في تطبيقات العنوان الذي حدثتكم عنه في الحلقات الماضية ولازلت أحدثكم إلى هذه الحلقة واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء فهؤلاء يفهمون الحديث فهما مرجئيا فهما إرجائيا سأحدثكم حتى تكون الفكرة واضحة جدا في البداية لا بد أن أقول من أن الحديث نقله علماء الشيعة في كتبهم وهذه المشكلة التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس من أن أئمتنا حدثوا أصحابهم بحديثهم وأصحاب الأئمة جمعوا الحديث في كتب خاصة إنها إنها كتبنا القديمة الأصلية لكن مراجع الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا جاءوا بأحاديث النواصب وحشروها في كتبنا بل اعتمدوا عليها في بعض الأحيان أكثر مما اعتمدوا على أحاديث أئمتنا في كتبنا القديمة الأصلية وهذا مثال هذا مثال للشيعة الذين يعتمدون على أحاديث النواصب هذه الأحاديث التي حدث إمامنا الرضا إبراهيم ابن أبي محمود عنها من أنهم كذبوا على أهل البيت شرحت لكم الرواية التي طرحها كمال الحيدري بنحو مقلوب إذ هو لا يفقه حديث أهل البيت حاله حال مراجع حوزة النجف وكربلاء يفهمون الآيات بالمقلوب لأنهم يعتمدون المنهج العمرية في التفسير ويفهمون الأحاديث بالمقلوب لأنهم لا يمتلكون خبرة ولا دراية ولا فهما بقواعد التفهيم العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير على أي حال لا أريد أن أعود إلى ما تم ذكره في الحلقة الماضية أعود إلى النقطة التي أشرت إليها قبل قليل من أن علماء الشيعة ذكروا هذا المضمون ذكروا هذا الحديث وما يماثله في كتبهم أأخذ أمثلة لأزمنة مختلفة هذا الكتاب إنه الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم هذا الكتاب من كتبنا المعروفة إنه لعلي ابن يونس العاملي النباطي البياضي المتوفى سنة 877 للهجرة يعني من علمائنا المتقدمين متوفى سنة 877 للهجرة الطبعة طبعة المكتبة المرتضوية إنها الطبعة الأولى أذهب بكم إلى الجزء الثاني من الكتاب هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة أجزاء الجزء الثاني الفصل الثاني عشر ما نقله عن أبي العلاء الهمداني نقل أحاديث من جملتها جاء مذكورا في الحديث الرابع عن أبي رومان عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد الخسف ينادي مناد من السماء أول النهار إن الحق في آل محمد وفي آخر النهار الحق في ولد عيسى وذلك ونحوه من الشيطان ويظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه هذا جاء في الصراط المستقيم إنه نفس المضمون لكن اختلافا في ألفاظ الحديث محمد الصدر أيضا في موسوعته المعروفة وفي الجزء الثالث منها الذي عنوانه تأريخ ما بعد الظهور هذه الطبعة طبعة دار الزهراء قموا المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري صفحة مية وثمانية وعشرين محمد الصدر نقل الرواية عن العرف الوردي لجلال الدين السيوطي لمحدث سني شهير معروف نقل عن العرف الوردي نقلا عن نعيم بن حماد إنه صاحب كتاب الفتن عن أمير المؤمنين نقل الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل إذا ناد مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون له ذكر غيره هذا الحديث أورده محمد الصدر في كتابه تأريخ ما بعد الظهور أيضا في معجم أحاديث الإمام المهدي وهذا هو الجزء الرابع الطبعة طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية مع مع مسجد جمكران المقدس إنها الطبعة الثانية ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري قم المقدسة في الجزء الرابع في الصفحة الخامسة والأربعين رقم الحديث خمسمية واثنين وتسعين نقل الحديث عن فتن ابن حمات إنه كتاب الفتن لنعيم ابن حمات إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره نقله عن فتن ابن حمات وأشار إلى مصادر هذا الحديث الأخرى الحديث موجود في كتبنا الشيعية ولكن نقلا عن كتب المخالف المشكلة التي حدثتكم عنها يوم أمس فتسرب الحديث إلى شباب الشيعة من هذه الكتب وصاروا فقهاء في حديث العترة واستنتجوا ما استنتجوا من الهراء لأنهم يفكرون بعقل بتريين ولأن ثقافتهم ثقافة مرجئية بترية قذرة قطعا سيستنتجون هذه الاستنتاجات العقل الشيعي عند عامة الشيعة عقل مستدبر لماذا لأن عقل مراجع الشيعة عقل مستدبر وهم الذين أنتجوا العقل الجمعية الشيعي مشكلتنا كبيرة لذلك دائما أقول إن رسالتي أن أفكك العقل الشيعي البتري وأن أقوم بإعادة بنائه وفقا لمضمون بيعة الغدير المصدر الأصل لهذا الحديث هو كتاب الفتن لنعايم ابن حمات عندي هنا ثلاثة نسخ من كتاب الفتن لابن حمات نعايم ابن حمات متوفى سنة 229 للهجرة على ما هو المعروف قد يختلفون في تعريخ وفاته على ما هو المعروف متوفى سنة 229 للهجرة يعني من الأقدمين من القدماء كتابه الفتن تعرض لتحريف قوي جدا لست بصدد الحديث عنه هذه النسخة التي بين يدي وهي وهي نسخة مكتبة الصفا الطبعة الأولى 2003 ميلادي القاهرة مصر تحقيق أحمد ابن شعبان ابن أحمد ومحمد ابن عياد ابن عبد الحليم هذه النسخة بحثت فيها لم أجد للرواية أثرا خصوصا في الباب الذي وردت فيه هذه الرواية في نسخ أخرى الباب الثاني والأربعون بحسب هذه الطبعة باب آخر من علامات المهدي في خروجه صفحة ميتين وما بعدها في الحقيقة لم أعثر على هذه الرواية وعلى هذا الحديث في هذه الطبعة في هذا الباب الذي يفترض أن يكون الحديث موجودا فيه فهذه النسخة خلية من الحديث هناك نسختان من الكتاب نفسه من كتاب الفتن النسخة الثانية الفتن للمؤلف نفسه النعيم ابن حمات هذه الطبعة طبعة مكتبة التوحيد القاهرة مصر إنها الطبعة الأولى ألف وتسعمية وواحد وتسعين ميلادي تحقيق السمير ابن أمين الزهيري في المجلد الأول صفحة ثلاثمية وأربعة وثلاثين رقم الحديث تسعمية وخمسة وستي الحديث موجود على الصفحتين ثلاثمية وأربعة وثلاثين ثلاثمية وخمسة وثلاثين الحديث نفسه الذي قرأته عليكم قبل قليل نسخة أخرى لطبعة أخرى من كتاب الفتن لنعيم ابن حمات إنها طبعة دار اللؤلؤة المنصورة مدينة المنصورة مصر الطبعة الأولى تحقيق عبد الله السيسي صفحة خمسمية وأربعة وسبعين رقم الحديث تسعمية وستة وستين أنا لا شأن لي بموقفي المخالفين من كتاب الفتن من تضعيفهم لهذا الكتاب أو من تضعيفهم لهذا الحديث لا شأن لي بآرائهم أنا أردت أن أعرض عليكم مصدر هذا الحديث وأيضا رواه ابن المنادي في كتابه الملاحم وهو كتاب معروف ملاحم ابن المنادي المتوفى سنة 336 نقل الحديث عن فتن نعيم ابن حمات الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار السيرة قموا المقدسة 1418 هجري قمري صفحة 196 رقم الحديث 143 الحديث هو هو عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه من الناس يشربون حبه فلا يكون لهم ذكر غيره المصدر السابق والأقدم قبل ابن المنادي الفتن الفتن لابن حمات هذا أيضا مصدر قديم ملاحم ابن المنادي المتوفى 336 هجري قمري كنز العمال جامع من الجوامع الحديثية عند المخالف هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان هذا المجلد يشتمل على الجزء الثالث عشر والرابع عشر كذلك الرواية وردت في الجزء الرابع عشر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى سنة تسعمية وخمسة وسبعين للهجرة في الجزء الرابع عشر صفحة ميتين و تسعة واربعين رقم الحديث تسعة وثلاثين ألف ستمية وثمانية وخمسين نقل الحديث عن كتاب الفتن لنعيم ابن حماد وعن كتاب الملاحم لابن المنادي نقل الحديث نفسه عن هذين المصدرين القديمين قلت لكم المؤلف مؤلف كنز العمال متوفى سنة تسعمية وخمسة وسبعين ابن طاوس السيد ابن طاوس في كتابه الملاحم والفتن وهذه الطبعة طبعة ثامن الحجج الطبعة الأولى ألف أربعمية أو خمسة وعشرين هجري قمري قموا المقدس الملاحم والفتن لابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة في الحقيقة أكثر رواياته من كتب المخالفين وكتاب الملاحم والفتن لابن طاوس فيه أخطاء كثيرة وفي العديد من نسخه تنتشر الأخطاء بغض النظر عن كل ذلك بحسب هذه الطبعة في الصفحة الثالثة والخمسين في الباب الثاني عشر والمئة نقلا عن نعيم عن كتاب الفتن لنعيم بن حمات عن أبي رومان عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا نادى منادي من السماء إذا نادى منادي من السماء إن الحق في آل محمد صلى الله عليه وآله فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس لم يرد في النص هنا ويشربون حبه ويسرون من المسرة فلا يكون لهم ذكر غير هل أن التحريف في كتاب ابن طاوس أم أن النسخة التي كانت عند ابن طاوس كانت نسخة صحيحة وإنما حرف كتاب الفتن وكتاب الملاحم لابن المنادي بعد ذلك ليس مهما عندي هل كان الحديث بهذه الصيغة أم تلك إنما أردت أن أبين لكم متابعة لهذه الأحاديث في مصادرها وفي الكتب التي نقلتها من كتب السنة ومن كتب الشيح كي تعرفوا حينما أحدثكم أحدثكم ويدي مليئة بالمعلومات أحدثكم وهذا مليء بالمعطيات لا أحدثكم من دون أن أكون متأكدا مما أقول هذه وظيفة شرعية أنا لا أحدثكم بشيء وأنا لست متأكدا منه فأنا في مقامي تنفيذ تكليف شرعي هذه رسالة أؤديها عبر هذه الشاشة أنا لم آتكم بكل الكتب التي تابعتها واطلعت عليها وحينما أقول لكم لم آتكم بالكتب التي تابعتها واطلعت عليها لا أتحدث في هذا الوقت أنا لا أجد وقتا في زمني هذا إنما أتحدث عبر عقود عمري الماضية عبر الزمن الماضي في الوقت الحاضري أنا أجمع الكتب وأخرج لكم النصوص فقط فلا أجد وقتا للمتابعة والتحقيق في هذا الوقت هذه أمور مرت في أيام شبابي على أي حال صار واضحا لديكم من أن الحديث في أصوله وجذوره في كتب المخالفين والكتب الشيعية حتى ما كان منها قديما كالملاحم والفتن لابن طاوس الذي توفي سنة ستمية وأربعة وستين أو في الصراط المستقيم للنباط البياض هم نقلوا عن كتب المخالفين فهذا الحديث أصله من كتب المخالفين وحينما نقله علماء الشيعة في كتبهم نقلوه من كتب المخالفين ليس هناك من مصدر شيعي واحد لهذا الحديث أتحدث عن مصادرنا الحديثية القديمة الأصلية صار واضح لديكم وأعتقد أن الأمر قد بينته بشكل سلس وواضح نذهب إلى فاصل الحديث الحديث إذن أصله من كتب المخالفين لا علاقة لمحمد وآل محمد به وقد ورد في كتب اختلفت نسخها بالنسبة للمخالفين ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة لأنني لا أعبأ بكتب المخالفين ولا أعبأ بالأحاديث التي تأتي من كتبهم فأصل الحديث لا علاقة له بأحاديث وإن نسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى لو كانت بعض كلمات الحديث صدرت من الأمير صلوات الله عليه فإن الحديث قد حرف وحرف بشكل واضح وهذا ما سأبينه لكم النقطة التي بنى عليها من بنى من أنه ليس هناك من ضرورة للتمهيد والتعجيل والعمل فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه هناك إشراب في القلوب لحب إمام زماننا هذا التعبير ما هو بتعبير يأتي منسجما مع معاريض كلامهم مع لحن قوله سأبين لكم ذلك في الكتاب الكريم حينما يأتي الحديث عن حب محمد وآل محمد تأتي هذه العناوين الحب المودة الولاية الرضوان الحسنى هذه العناوين هذه العناوين القرآنية في أجواء حب محمد وآل محمد هذه المادة مادة الإشراب وردت مرة واحدة في القرآن وفي مقام الذنب وتحديدا في مقام العداء لمحمد وآل محمد في سورة البقرة في الآية الثالثة والتسعين بعد البسملة من سورة البقرة والخطاب لبني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين موطن الشاهدي هنا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فهذا الإشراب كان جزاء لكفرهم لم يكن جزاء لإيمانهم فالإشراب ما هو بخير الإشراب شر ليس خيرا القرآن كما قلت لكم حين تحدث عن حب محمد وآل محمد تحدث عن حب عن مودة عن ولاية تحدث عن رضوان عن حسنة وأمثال ذلك لكنه حين تحدث عن بني إسرائيل وتحدث عن عجل بني إسرائيل صار الكلام بهذه الصيغة وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم فهذا الإشراب كان بسبب الكفر الكفر هو الذي أدى إلى الإشراب أقرأ عليكم ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة ميتين واثنين وعشرين من حديث موسى النبي والعجل العجل التمثال يقول لموسى النبي يا موسى ابن عمران ما خذ لها أولى بعبادتي الذين عبدوه وهم أكثر الإسرائيلي قلة قليلة ما عبدوا العجل ثبتوا على دينهم مع هارون يا موسى ابن عمران ما خذ لها أولى بعبادتي هذا كلام العجل مثل ما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف ما خذ لها أولى بعبادتي واتخاذ إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيب اليهود في ديانتهم كلفوا بالاعتقاد بنبوة محمد وولاية علي وهذا هو الذي جاء بهم إلى أرض الحجاز وإلا ما علاقتهم بأرض الحجاز بقايا من دينهم الأول جاءوا يبحثون عن محمد عن يثرب واستقروا في يثرب لأن محمد سيهاجر إليها صلى الله عليه وآله هذا هو السبب الذي جاء بهم من بلاد تختلف في طبيعتها عن بلاد جزيرة العرب حكايتهم مفصلة لا مجال لإرادها لضيق الوقت ومن هنا يرد ذكرهم عشرات وعشرات المرات في الكتاب الكريم لوجود صلة ورابطة إنما فضلوا على سائر الأمم لأنهم كلفوا بشكل تفصيلي بولاية محمد وآل محمد هذه الحقائق بيّنها لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف أنتم لستم مطلعين عليها لأن مراجع النجف وكربلاء البتريين المرجئيين السخفاء يضعفون هذا التفسير الشريف وليس لهم من معرفة به هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء حوزة السفاهة والسفهاء حوزة السخافة والسخفاء يا موسى بن عمران ما خذ لها أولى بعبادتي واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصيه الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذون إلها هذا هو الذي قلته لكم من أن القضية مرتبطة بمحمد وآل محمد باب حطة أمر اليهود أمرهم موسى أن يدخل الباب سجدا لماذا فإن الله نصب صورة لمحمد وعلي على باب حطة وأمر اليهود أن يسجد لتلك الصور التي صورت فوق باب حطة وأن يقول ما يقول من ذكر معين إمامنا العسكري فصل لنا الكلام لا أجد وقتا للحديث في هذا الموضوع يمكنكم أن تعود إلى برامج التي فصلت القول فيها في مثل هذه المطالب فاستهانوا بمحمد وعلي ودخلوا مستهزئين مستدبرين لم يدخلوا ساجدين وإنما أبرزوا أدبارهم ودخلوا بأدبارهم من الباب مستهزئين بمحمد وعلي جر ما جر عليهم من الويلات أن سقطوا في هذه الحفرة المظلمة أن عبدوا عجل السامري يا موسى بن عمران ما أخذ لها أولى بعبادة واتخاذ إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصيه الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذون إلها وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم فهذا جزاء عدائهم لمحمد وآل محمد إذا ما رجعتم إلى نهج البلاغة مثلا ونهج البلاغة ليس مجتملا على كل كلام أمير المؤمنين لكنه يشتمل على كثير من كلامه لن تجد أمير المؤمنين يستعمل هذه الكلمة وإذا ما رجعتم إلى الأدعية إلى الزيارات إلى روايات أهل البيت التي تتحدث عن علاقتنا بهم هم لم يستعمل أصلا هذه الكلمة استعملها أمير المؤمنين في كلامه في أعداء العترة الطاهرة أقرأ عليكم من كتاب سليمن بن قيس هذا هو الجزء الثاني من الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري الزنجاني وهذه الطبعة طبعة مطبعة الهادي إنها الطبعة الثانية ألف أربعمية وستعش هجري قمري قموا المقدسة صفحة ستمية وخمسة وسبعين قال أبان عن سليم سليم يحدثنا ماذا يقول انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذار والمقداد ومحمد ابن أبي باكر وعمر ابن أبي سلم وقيس ابن سعد ابن عبادة فقال العباس لعلي عليه السلام ما ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله وأخذ منهم نصف أموالهم فنظر علي عليه السلام إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع ثم قال شكر له ضربة ضربها فاطمة عليها السلام لم يغرم قنفذ لهذا سبب شكر له ضربة ضربها فاطمة عليها السلام بالسوت فماتت وفي عضدها فماتت وفي عضدها أثره أثر ذلك الصوت كأنه الدملج الدملج زينة حلي تلبسه المرأة في عضدها يقال له الدملج مثلما يقال للسوار الذي يلبس عند المعصم يقال له سوار السوار الذي يلبس عند العضد يقال له الدملج فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج ثم قال عليه السلام العجب العجب مما أشربت مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله والتسليم له في كل شيء أحدث إلى آخر كلام أمير المؤمنين العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله الحديث عن الأول والثاني فلم يأتي في كلام أمير المؤمنين أن استعمل الإشراب في موطن الخير كلامهم واحد وقرآنهم واحد فمثلما جاء الاستعمال لمادة الإشراب في الكتاب الكريم في موطن اللعن وفي موطن البغض جاء الاستعمال في كلام أمير المؤمنين تلاحظون التطابق فيما بين قرآنهم وحديثهم على لعنة على لعنة على منهج حوزة النجف يضعفون هذا الكتاب يضعفون كتاب سليم بن قيس على لعنة على منهجهم على لعنة على حوزة الطوسي من أولها إلى آخرها هذه الحوزة النجسة القذرة التي دمرت حديث العترة الطاهرة ودمرت دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه آثار تدميرها عقول بترية عقول الشيعة تتناغم مع الثقافة البترية المرجئية وحينما أطرح الثقافة الأصيلة في هذه القناة عقول الشيعة لا تتقبلها لأنها عقول مريضة تتقبل قذارات النواصب تتقبل قذارات أولئك المضاريط في حوزة النجف وكربلا هذه هي الحقيقة من الآخر يا أيها الشيعة البتريون المرجئيون أنتم الذين تسمون أنفسكم بأنكم خدام الحسين أنتم بتريون مرجئيون دينكم وعقائدكم قذارة في قذارة في قمامة أخذتموها من المراجع البتريين في حوزة النجف وكربلا وهذه الآثار بين أيديكم تستمعون إلى أحاديثهم فلا تجدون عيبا فيها لماذا؟ لأن عقولكم بترية قذرة هذا هو الواقع الذي أنتم عليه يا أيها الشيعة البتريون نذهب إلى فاصل أحاديثنا الشريفة أصلا تقول من أن راية الحق إذا ما ظهرت لعنها أهل الشرق والغرب أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل المضامين التي في أحاديثنا ورواياتنا الوقت لا يكفي لذلك أعتقد أن الأمر صار واضحا بالنسبة لهذا الحديث أولا هذا الحديث ناصبي الأصل ليس له من وجود في مصادرنا القديمة الأصلية مصادره الأصلية ناصبية بامتياز والذين نقلوه في كتبهم من الشيعة نقلوه عن المصادر الناصبية ليس هناك من كتاب شيعي نقل هذا الحديث عن غير المصادر الناصبية فهو حديث ناصبي في أصله بعد ذلك جئنا إلى ألفاظه لحن هذا الحديث لا ينسجم مع لحن قرآنهم وكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مادة الإشراب مادة لم تستعمل في القرآن إلا في موطن عداء العترة الطاهرة لم يستعملها أمير المؤمنين في كلامه إلا في عجل هذه الأمة وسامريها هناك تناغم واضح ما بين القرآن وما بين حديث الأمير في كتاب سليم بن قيس تناغم واضح فالإشراب جاء في سورة البقرة في حديث العجل والسامري والإشراب جاء في كتاب سليم بن قيس في حديث أمير المؤمنين أيضا في حديث العجل والسامري في عجل هذه الأمة وسامريها ما هذا العنوان ليس مني العجل والسامري من العناوين التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص رموز السقيفة بن ساعد فمضمون الحديث فيه شيء من الصواب إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد ثم بعد ذلك بدأ التضليل وبدأ الإرجاء فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره التضليل هنا التضليل والإرجاء هنا لأن الحديث من خلاله يريد إبليس يريد الشيطان أن يمنع الشيعة من التمهيد لمشروع إمام زمانهم ما هكذا يتحرك المشروع الإبليسي عبر المذاق البتري وعبر المذاق المرجئي أقرأ عليكم من غيبة النعماني الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة الباب الخامس عشر صفحة 293 هناك عدة أحاديث أبدأ من الحديث الأول الحديث طويل ولا أجد وقتا لقراءته بالإجمال سأذكر لكم الحديث وأذهب إلى موطن الحاجة الحديث الأول بسنده عن بشير ابن أبي أراكة النبال جاء إلى المدينة إلى المدينة المنورة وزار إمامنا الباقرة في منزله جاء من العراق فبشير النبال كوفي عراقي دار حديث فيما بينه وبين الإمام الباقر أخبره من أنه قد جاء من العراق مع مجموعة من المرجئة والعراق هو موطن المرجئة ولا زال العراق موطن المرجئة وستبقى مرجئة الشيعة ما دامت حوزة الطوس موجودة وسيخرجون مرجئة الكوفة لقتال الإمام الحجة بعد أن يبايع السفياني ما دامت حوزة الطوس موجودة هذه حوزة المرجئة وحوزة البترية وحوزة المقصرة فالنبال جاء من العراق وجاء من الكوفة من كان معه في طريق سفره من العراق إلى الحجاز جمع من المرجئ هو يقول هو يحدث الإمام الباقر بذلك قلت إنهم يقولون المرجئة يقولون إنه إذا كان ذلك إذا كان ذلك إذا ما ظهر المهدي صلوات الله عليه إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور كيف استقامت له الأمور مثل ما جاء في حديث النواصب هذا من أن الناس سيشربون حبه عملية إشراب قلت إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور فلا يهرق محجمة دم فقال كلا كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إلى جبهته حتى نمسح العلق المراد من العلق الدم المتجمد كناية عن التعب والعناء كناية عن الحرب المتواصلة كناية عن العمل الشديد فقال كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إلى جبهته الحديث الثاني بالمضمون نفسه إنها عقيدة المرجئة ماذا يقولون هكذا يقولون إنهم يقولون إن المهدية لو قام لاستقامت له الأمور عفوا ولا يهريق محجمة دم فقال كلا والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله حتى أدميت رباعيته وشج في وجهه كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق ثم مسح جبهته الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الحديث الثالث عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكر القائم فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة المفضل هكذا يقول فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة مثل ما يقول هذا الحديث الناصبي فقال لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق هذه عقائد المرجئة بالضبط مثل ما جاء في هذه الأحاديث الشريفة المرجئة هم الذين يقولون إذا كان ذلك استقامت له الأمور إن المهدية لو قام لا استقامت له الأمور عفوا بالضبط مثل ما في هذا الحديث الناصبي إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره هذه الأحاديث التي تكلم عنها إمامنا الرضاء ليست في كتبنا هذه في كتب النواصل وشيعت الآن يعتمدون عليها لماذا لأنهم يحملون عقولا بترية مرجئية هذا منطق المرجئة من هنا جاء العنوان واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء هذا منطق الإرجاء منطق المرجئ نذهب إلى فاصل أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم الحديث مصادره الأصلية ناصبية بامتياز وإذا ما وجد في كتبنا الشيعية فإن الجميع قد نقلوه عن كتب النواصل مضمون الحديث يتعارض مع لحن القرآن ومنطقه ويتعارض مع لحن حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خصوصا في مادة الإشراء نتائج مضمون الحديث تؤدي إلى الإرجاء وهو قول المرجئ وقد قرأت ما قرأت عليكم من الأحاديث التي وردت في غيبة النعماني المتوفى سنة سنة 360 للهجرة عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهما من أن الأمر لا يكون حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق أعتقد أن صورة باتت واضحة ما هو الفارق بين أن نوفق لحب إمام زماننا وبين عملية الإشراب عملية الإشراب هي عملية ميل أعمى من دون معرفته عملية ميل أعمى هذه هي عملية الإشراب عملية ميل أعمى بالاتجاه السيء ضلال في ضلال سيطر على قلوب اليهود فأشرب أشرب حب العجل حينما عارضوا وصيهم وأصل المعارضة هو في تشكيكهم في ولائهم لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما مثل ما بيّن لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف الحديث من أول وهلة تجدونه مديحا لمحمد وآل محمد ومديحا لإمام زماننا إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره الذي يقرأ الحديث من دون خبرة ومن دون دراية يجد أن الحديث كله من أوله إلى آخره في مقام المدح لمحمد وآل محمد وفي مقام المدح لإمام زماننا وهذا هو الذي تحدث به إمامنا الرضا مع إبراهيم ابن أبي محمود من أن مخالفين وضعوا أحاديث في فضائلنا أين في كتبهم لا في كتبنا في كتبهم هذا مثال لكن أتمنى أن تعود إلى غباء كمال الحيدري وكيف شرح الرواية لا أريد أن أشيطنه فأقول من أنه شيطان يحرف الأحاديث هو جاهل غبي لا يفقه بحديث العترة لا بد أن تفرق بين الذكاء الإيماني وبين الذكاء الشيطاني هؤلاء مراجع النجف وكربلاء كمال الحيدري ذكي لكنه بالذكاء الشيطاني الذكاء الشيطاني ما هو بعقل إنه يشبه العقل سأعود إلى هذا الموضوع ولذا فإنهم بالذكاء الشيطاني يفهمون الروايات والأحاديث بالمقلوب هذا هو السبب لماذا يفهمون الروايات والأحاديث بالمقلوب لأنهم يستعملون الذكاء الشيطاني هم لا يملكون عقلا إيمانيا يملكون النكراء النكراء عقل شيطاني ما هو بعقل إيماني إنه شبيه بالعقل الإيماني هذا ما بيّنه لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرأ عليكم أقرأ عليكم ما جاء في الكهف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 28 الحديث الثالث بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحاب الإمام يسأل الإمام الصادق ما العقل الإمام أجابه ما عبد به الرحمن وكتسب به الجنان هذا هو العقل هذا العقل الإيماني الذي يدرك نورية كلامهم حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور هناك نورية في كلامهم مراجع النجف وكربلاء لا يدركون هذه النورية فيذهبون إلى علم الرجال النقصبي لتمييز الأحاديث ويذهبون إلى قواعد علم أصول الفقه وقواعد علم الكلام لفهم الأحاديث وكل ذلك قد جلبوه من الأشاعرة والمعتزلة والشوافع والأحناف صاحب الإمام الصادق يسأل الإمام من عقل الإمام يجيب ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان فسأله سؤالا ثانيا فالذي كان في معاوية معاوية كان ذكية كان ذكية جدا وجدا وجدا معاوية كان ذكية فالذي كان في معاوية الإمام ماذا أجابه قال تلك النكراء تلك الشيطن وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل هذا هو الموجود عند مراجع النجف وكربل ولذلك يفهمون الآيات بالمقلوب يفهمون الأحاديث بالمقلوب بالضبط كما عرضت لكم في حلقة يوم أمس كيف يفهموا كمال الحيدري الرواية بالمقلوب وهذا هو ديدنهم على طول الخاط في كل شيء يتحدثون عن بالمقلوب حينما كنت أحدثكم عن باقر الإيرواني وأعرض كلامه تقبلون كلامه لكن بعد أن أبين قبائح كلامه تستغربون لماذا لأنكم أيضا ما عندكم عقل إيماني الذي عندكم النكراء إنه العقل الشيطاني السبب أن مراجع النجف وكربل أوجدوا هذا فيكم من هنا أقول لكم ابتعدوا عنهم هؤلاء بؤرة شيطانية إبليسية هذه هي الحقيقة من الآخر لماذا أردد دائما من أن رسالتي أن أفكك العقل الشيعي أن أفكك النكراء هذه وأن أعيد بناء العقل الشيعي بالمفردات الإيمانية حتى يكون العقل الشيعي بهذا التعريف ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان وكيف يعبد الرحمن بمعرفة الإمام المعصوم زرارة يحدث هنا عن أبي جعفر الباقر والرواية هنا في الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى ما عبد به الرحمن ورضى الرحمن تبارك وتعالى ما هو الطاعة للإمام بعد معرفته هذا هو العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان كيف نعبد الرحمن إمامنا الباقر يبين لنا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته طاعة الرحمن هي طاعة الإمام وطاعة الإمام لن تتحقق إلا بعد معرفته وهذه المعرفة لن تصل إليها بالعقل الشيطاني بالنكراء بالنكراء ستفكرون كما يفكر الحيدري ستفكرون كما يفكر السيستاني ستفكرون كما يفكر الخوعي ستفكرون كما يفكر محمد باقر الصادر ستفكرون كما يفكر الوائلي بالطريقة الناصبية البترية المرجعية القذرة مثلما تقرؤون الحديث الذي كنت أحدث وتفهمونه إنها النكراء هذا هو عقل معاوية العقل الشيطاني من هنا قال إمامنا الصادق في وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لأن عقولهم النكراء لا يحملون عقلا إيمانيا هذا هو واقع مراجع النجفي وكربلا وواقع خطباء المنبر الحسيني وواقع الشعراء والرواديد وأنتم تأخذون مفردات دينكم من هؤلاء هذه هي الحقيقة من الآخر يسأل الإمام الصادق ما العاقل قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هذه كتبنا الأصلية هذه أحاديثنا الأصلية ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان قال قلت فالذي كان في معاوية كان ذكيا جدا نابغة كان في السياسة وإدارة الأمور فقال تلك النكراء تلك الشيطن وهي شبيهة بالعقل ما هي بعقل وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل هل تساحدونني هل تعينونني على أن نفكك النكراء هذه في الواقع الشيعي وأن نعيد بناء العقل الشيعي بمفردات قرآنهم المفسر بتفسيرهم بمفردات حديثهم في كتبهم القديمة الأصلية فقط المفهمة بقواعد تفهيمهم فقط هل تعينونني أو لا أنا لا أريد منكم شيئا وحق الزهراء البتول هذا هو الذي أريده أنا لا أريد منكم شيئا لا أبتغي شيئا نذهب إلى فاصل